أما أن فيه حكمة فهذا قطعاً لأن الله عز وجل لا يشرع شيئاً إلا لحكمة فهو الحكيم سبحانه وتعالى طيام هو الإمساك عما أباحه الله عز وجل للعبد تعبُّداً لله وتقرُّباً ولا شك أن لله بذلك حكمة ولهذا تكلم بعض أهل العلم في استنباط هذه الحكم من هذا الصيام العظيم أما أن فيه حكمة فهذا قطعاً لأن الله عز وجل لا يشرع شيئاً إلا لحكمة فهو الحكيم سبحانه وتعالى أما حجم هذه الحكمة وكثرتها فالناس يدركون بعضها وقد لا يدركون بعضها فمن هذه الحكم هو كسر الشهوة أن يكسر الإنسان شهوته لله عز وجل ومنها أنه يضيق مجاري الشيطان فإن كثرة الطعام والشراب باستمرار تكون مدعاء للشهوة فإذا صام العبد فإن هذا يضيق مجاري الشيطان والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا تجد أن الصائمين يكونون من وفقه الله منهم أبعد الناس عن الوقوع في المعاصي ومنها أن الصائم أيضاً يتذكر حال الفقراء الذين لا يجدون الطعام والشراب في أوقات كثيرة فيرق قلبه لهم ويتصدق عليهم ويشكر الله على نعمه التي أنعمها عليهم